طيب وانت رأيك ايه برضو يا دكتور احمد عايز اعرف رأيك في المظهر العام اللي انت شفتوك بالها انا شايف ان من الحاجات العجيبة جدا ان يعني لما بسمعها ان النادي الاهلي من الصاحب الشعبية الاولى في الخليج يعني ابسط رد ان في ظل تفشي وباء كورونا يكون الاستقبال ده اللي احنا شفناه بيه راح بالمنظر ده للنادي الاهلي يعني لسه حضاك عرض الفريق المكسيكي ما جالوش فرض واحد انا شايف ان استقبال النادي الاهلي هيبقى احسن واكيس اجل يا مكسيكي في قطر استقبال النادي الاهلي هيبقى اقوى من استقبال بايرون ميون جمهور النادي الاهلي هيبقى متواجد في مبارات الدحيل اكتر من جمهور الدحيل القطر الحاجة التانية النادي الاهلي النهاردة في 27 نادي باسم النادي الاهلي في الوطن العربي النادي الاهلي هو لا اقدم فيهم النادي الاهلي تاريخ تأسيسه من 1907 فالناس دي اخدت الاسم النادي الاهلي سواء الاهلي الاماراتي سواء الاهلي السعودي سواء الاهلي البحريني سويا الاهل القطري سويا الاهل الليبي يعني في سبعة وعشرين اهلي في الوطن العربي لما بيجي يحصل مهرجان اعتزال في الخليج لالنجل بيختاروا مسلا النادي الاهلي بكيمة تسوية معينة ليه? لان هو الاكسر الاكسر شعبية في الوطن العربي خمسمائة مسلا ما يقارب من خمسمائة الف دولار عكس مسلا اداية من خمسين او ستين ليه? لان النادي الاهلي هو الاكسر شعبية مش مجرد كلام النادي الاهلي فعلاً اللي احنا شفناه بيرح انا بتعجب لما بسمع ان النادي الاهلي مش صاحب الشعبية الاولى في الخليج حتى برضو في مباريات السوبر بنشوف جمهور النادي الاهلي بياخد مدرجاته بياخد نصف مدرجات المنافسية وبالتالي النادي الاهلي بصراحة حدش يقدر ينكر لا تعجب 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 التعجبات كتيرة اليوم منذ ولكن احنا مش هنطلع بره الكلام ده برضو